مساء الفل عليكم يا أحلى كسيبة في الدنيا و أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من بودكاست جديد لبرنامج الكسيب اللي تعودنا فيه خلاص إن احنا هنتعلم حاجة جديدة كل يوم ونقش فيها مواضيع كلنا بنتساءل عنها كلنا مهتمين إن احنا نعرفها وكلنا عاوزين فعلاً نفهم إزاي نحل الألغاز بتاعتها دايماً هتلاقيني مواضعنا اللي بنتكلم عنها عن أمور أنتوا بنفسوكو بتختروها أنتوا بنفسوكو بتبقوا عاوزين تفهموها أكتر وعاوزين تستوعبوها وعشان كده النهاردة اخترنا موضوع شايد جداً وهو دايرة الراحة دايرة الراحة اللي كل الناس وقع فيها دايرة الراحة اللي مسببة أرك ومشكلة لناس كتير مش عارفة تكسر الحاجز بتاعها وتخرج منها لمراحل تانية أولاً كده عشان نفهم كويس إزاي نقدر نخرج من دايرة الراحة لازم نفهم أصلاً إيه هي دايرة الراحة ونفهم إيه الدوائر اللي حواليها اللي أفل على دايرة الراحة دي عشان تعرف منها تتطور وتخرج للدوائر اللي بعدها طيب أولاً دايرة الراحة دي هي دايرة من ضمن أربع داير دايرة اسمها دايرة الراحة حواليها دايرة اسمها دايرة الخوف حواليها دايرة تالتة اسمها دايرة التعلم حواليها دايرة ربعة اسمها دايرة النمو ثم بعدها الانطلاق طيب أول حاجة دايرة الراحة دايرة الراحة دي هي دايرة صعبة جدا التعامل معاها هي دايرة كلنا ومعظم الناس وقع جواه نتيجة الثقافة اللي انت عايش فيها نتيجة المجتمع اللي انت فيه نتيجة الظروف والعوامل اللي انت عايش فيها نتيجة الأسرة وطريقة التعود بتاعهم على التعامل جوا البيت نتيجة التعليم اللي انت تعلمته نتيجة أسباب كتير جدا هي دي اللي حطاك جوا دايرة الراحة دايما بتلاقي نفسك مش عارف تغير اللي انت بتعمله يوميا متعود على حاجات معينة والحاجات دي معظم تصرفاتك فيها هي أمور سلبية ما بتوصلكش في الآخر لأي شيء إيجابي وهو ده أكبر كارثة إنك مش عارف تتعامل إزاي تخرج من دايرة الراحة دي وتغيرها لدايرة أفضل منها وهي إنك تكسر حاجز الروتين الممل اللي انت بتقوم بيوميا طيب أولا عشان نفهم كويس إزاي نخرج من دايرة الراحة دي ونختارك دايرة الخوف خلينا نفهم دايرة الخوف بتعمل إيه معاك وإنت في دايرة الراحة عاملة زي بالزبط كل ما تخرج من سياق دورية معينة حطناها للخيل تلاقي المدرب مسك الكرباك وبيعمل كده فتخش جواه الدايرة دي تاني وهي دايرة الخوف كل ما تسأل نفسك سؤال وتقول أنا عايزة روحة نزل الجيم تلاقي دايرة الخوف دي تلقيت لك راحت قيل لك جيم إيه يا عم وإنت فيك حل دا أنت بتخلص شغلي يا دوبك بترجع تقعد على الكنبة تكلك لقمة وتتفرجلك على المسلسل عشان تنام وتسحط روح الشغل تاني ارجع يا عم مكانك تتلاقي نفسك رجعت محلك سر تيجي تفكر تقول أنا عايزة التزم بصلاتي أنا عايزة بقى واحد متقرب من ربي تلاقي مرة واحدة دايرة الخوف دي تلاقيت لك يا عم صلاة إيه بقى وإنت فيك حل لسه قدامك الزمن طويل لسه العمر طويل قدامك ما تخافش هتصلي وهتصوم وهتعمل كل حاجة قدام انت لسه صغير فتقول تلاقي نفسك ما بتعملش حاجة خالص ولا بتلتزم بالصلاة تيجي تخش على المحالة اللي بعدها تقول أنا نفسي أقرأ وتعلم حاجات واستفيد تلاقي بعد كده دايرة الخوف تلاقيت لك يا عم تقرأ إيه هو ما استفدوا إيه لأروا يا عم كله كلام تنمية بشرية انت في الآخر رزقك ومتقسم مش محتاج تعمل حاجة ولا تطور من نفسك ثم راجع جوا دايرة الراحة تاني كل ما هتلاقي نفسك عندك تساؤل إزاي تطور من نفسك وتفيد نفسك وتكتسب حاجة كويسة تلاقي دايرة الخوف تلعت لك بالمخاوف بتاعتك وابتدت تهجمك بيها عشان كده هتلاقي نفسك رجعت الورا تاني وبقيت جوا دايرة الراحة طيب إيه هو السلاح اللي أقدر بيعدي من دايرة الخوف ده السلاح ده هو تغيير عاداتك عن طريق سايكولوجية صحيح يعني إيه الكلام دا العلم أثبت أن أي إنسان عشان يغير عادة فيه محتاج 21 يوم يستمر عليهم في عمل العادة دي يوم اللي 22 مش هيعرف يوقف أنه يعملها طيب إزاي طيب تلاقي دايما لما تيجي تروح الجيم أول خمس تيام من أصعب خمس تيام وتاني خمس تيام من أصعب من الخمس تيام اللي قبلوهم وفيهم تعب وقلم وجسمك كله بيوجعك تلاقي نفسك عمالي تتعذب وتتقلم وتتعب لحد اليوم الـ 21 بعد 3 أسابيع بالزبط اليوم الـ 22 أنا هو وإنت هو جرب التزم وروح وحافظ على تمرينك 21 يوم اليوم الـ 22 هتبقى مستني الساعة اللي هيجي فيها وقت التمرين عشان تروحه هتلاقي نفسك مش قادر تعدي يومك من غير ما تروح تعمل التمرين بتاعك وتخلصه طيب جرب كده صلي والتزم بصلاتك لمدة 21 يوم 21 يوم متتالية ما بتسيبش فرض اليوم الـ 22 هتبقى بتزبط الألارم بتاعك على موعيد الصلاة عشان هتحس بالزنب أنك ما عملتوش لأنك هتبقى اكتسبت عادة إيجابية في خلال 21 يوم جرب كده امشي على نظام غذائي صحة لمدة 21 يوم وما تلغبطش في الأكل هتلاقي نفسك مش قادر بعد الـ 22 يوم تاكل أي حاجة بايزة أو أي حاجة كلها جنك فود أو أكل شوارع أو أكل مش مفيد بالنسبة لك وبطنك ممكن توجعك لو كالته لأنك تعودت على الأكل الصحي وهكذا جرب اقرأ في اليوم 20 صفحة من كتاب هتلاقي نفسك اليوم الـ 22 مستني تعرف ايه الكتاب اللي بعده اللي انت هتقراه وهكذا أول ما هتمشي وتكتسب المعلومات دي وتتبع الطريقة دي هتلاقي نفسك ابتدت تختارك دائرة الخوف وتوصل لدائرة التعلم هتعرف تعدي بيها من كل اتجاه علشان تعرف تكسر حاجز الخوف والدائرة اللي حوالين دائرة الراحة دي عشان تخش بعدها لدائرة التعلم طيب لو انت بقيت إنسان ناجح وعرفت تكتسب العادات وتغير من نمطية حياتك وتخرج برا دائرة الراحة وعرفت تختارك دائرة الخوف ووصلت لدائرة التعلم يا ترى ايه هي دائرة التعلم دي دائرة التعلم دي هي الدائرة اللي فيها هتبتدي تحط كل مكومات ازاي تغني عقلك وتخلي نفسك مصارع قوي تعرف تواجه امور الدنيا تعرف تطلع للمراحل اللي بعدها وتوريهم قد انت جامد ما انت عشان تبقى جامد لازم تتعلم ازاي تبقى جامد اصلا ازاي تفك الغاز ومشاكل وحاجات كتيرة جدا جوه عقلك عشان تعرف تواجه بيها الدنيا فلازم تفهم يعني ايه ماليات يعني ايه نقاش وجدال ومفاوضات يعني ايه مبيعات يعني ايه تبقى بتتكلم لغات يعني ايه بتحل الامور يعني ايه صنع الكرار تبتدي تطور بقى من نفسك في موضوعات مهمة جدا وتقرأ عنها وتبحث عنها وتقرأ وتشوف فيديوهات وتسمع مقالات وحاجات كتيرة جدا بحيث ان انت تاخد كورسات فيها وتضيف لنفسك وتتعلم لغات عشان مرحلة التعلم دي هي المرحلة اللي انت بتهيق فيها نفسك للحرب ما ينفعش ان انت تخش الحرب وانت مش فاهم ازاي تشيل سلاح فهي دي المرحلة اللي بتعلمك ازاي تشيل سلاح وتجاوب فيها على كل تساؤلات نفسك انا ازاي هعرف اطور من نفسي فهتبقى تخرج من المرحلة دي قوي ذهنيا وقوي جسديا وعندك من الكدرات اللي تواجه بيها الحياة بعد كده بطريقة افضل مليون مرة فمرحلة التعلم دي عايزك تتعلم فيها كدرات مهمة جدا عايزك تتعلم فيها كل انواع المهارات الشخصية اللي تخليك تعرف تتعامل مع الناس وتظهر برعتك والكريزمة بتاعتك وقدراتك وعلمك في التعامل مع الناس في المرحلة اللي بعد كده وتخرج منها قوي جسديا بانك بتتمرن وحافظ على صحتك وبشرتك ناضرة وحافظ على اكلك وخارج واحد تاني خارج من الاخر واحد عارف ازاي تواجه الحياة والناس كلها بتشوفني تحس بالطاقة الايجابية كده بتطلع من عيني وهو ده اللي انا عايزك تكون عليه دايرة التعلم دي مجرد خلصتها وبقيت مهيأ هتخرج بعدها الدايرة مهمة جدا وهي دايرة النمو دايرة النمو دي واحدة من الدوائر اللي عدد الناس فيها قل جدا لان كل ما بتخرج من دايرة منهم عدد الناس بيقل والدايرة بتوسع لان كل كمة لاي شيء هتلاقيها دايما عدد الناس فيها قليل هتلاقي الجبل عامل كده هتلاقي الهرم عامل كده هتلاقي العربية الفراري فيها كرسيين بس والأوتوبيس فيها 30 كرسي دايما لما بتوصل للقمة عدد الأفراد بيقل لأنه بيبقى الموضوع على الكيف مش الكم الموضوع ده هو ده اللي انت عايزك تفهمه انت لازم تبقى بتعتبر نفسك من الصفوة من الناس اللي عندها من المكومات اللي بقيت فيها مختلف ومتميز عن غيرك بمراحل وهو ده اللي حطك في الكدر انك عارفت تطلع وتعدي الدوار دي وتختارك كل دايرة منهم بطريقة صحيحة وتطور بيها نفسك عشان تخش للصفوة الأعلى من الناس الناس اللي قررت تكسر كل الحواجز السابقة ومتبقاش كسلانة بالعكس تفهم ازاي تعدي من المراحل دي وتثبت نفسها طيب هيأت نفسك وتعلمت كويس وعرفت تاخد كورسات وتتكلم لغات وتفهم مهارات كتيرة عرفت من الاخر تبيع مكومات نفسك تظهر نفسك وتعرض نفسك بطريقة لائقة هتخش بعدها لمرحلة وهي دايرة النمو يا ترى ايه هي دايرة النمو دي دايرة النمو هي الدايرة اللي انت فيها هتبتدي كل شيء عندك هيبقى عامل زي الكمبيوتر هيبقى محطوط بأهداف واضحة وعندك حلم عايز تحققه وتبتدي تمشي بخطوات ثابتة يوميا في تحقيقك لأهدافك دي بتبتدي تقول انا عايز اعمل مشروع في المجال الفلاني ده كده معناها محتاج مبلغ كذا انا معايا منه كذا هاخد تمويل من البنك كذا هبتدي اشارك كذا وكذا عشان هيضفولي هنقق موقع في المكان الفلاني خلاص هتبقى عندك قدرة على صنع القرار وتوضيب الامور وحط كل حاجة وما بتخافش من رزق ووثق في نفسك وعارف ازاي تتحرك فبتبقى قائد ناجح فبتبقى واحد عارف ازاي تنطلق للحياة وتثبت نفسك ويبقى عندك من الحرية المالية والفكرية والجسدية انك تعرف تأدي وتظهر ثقتك بنفسك بتزيد وبتبان بتبتدي تستعرض قوتك وتصاد نفسك فبتبتدي تحس بالسعادة والراحة الداخلية لانك بقيت عارف بتعمل ايه في الدنيا مش ماشي عشوائي وبتخبط في الحطان انت بالعكس الناس بتمشوا وراك عشان انت بتعرف ترشدها عشان انت بتعرف ازاي توجيها عندك اهداف واضحة وحطيتها قدام عينك وبتحقق هدف هدف منهم بطريقة صحيحة بطريقة منظمة بطريقة فيها كل شيء صحيح اللي خليتك تعرف تعمل ده فبالتالي قراراتك بقت صائبة فبالتالي اهدافك بقت واضحة فبالتالي انجازاتك وتحقيقك بقى ونكحين فبالتالي الناس هتسقفلك وهتنبسط وهتكون حققت حلمك بانك انسان بقى ليك قيمة بقت انسان الناس بتعتبرك قدوة صدقوني انا بقولكوا الكلام ده بيزد على خبرة وتجربة كبيرة وحاجات كتير مريت فيها في حياتي على مدار 18 سنة من الحياة العملية اللي انا فعلا تعبت فيها ما بين تعليم وما بين شغل كموظف وما بين فتح مشاريع كتير وما بين تعامل مع ناس من ثقافات في كل عدة في العالم وما بين سفر لأكتر من 70 دولة في العالم وما بين حاجات كتير يا جدا حابب ان انا ادهلكوا على طبق من دهب عشان استفيدوا بيها واللي عايز يستفيد منها اكتر يدخل على www.mahmoudaladen.com عمل 3 كورسات مفيدين جدا ليكوا فعلا هيغيرو لكوا فكركوا ويخليك ازاي تعرف تعمل مشروعك هيخليك ازاي تعرف ان انت تكون انسان افضل في ريادة الاعمال او تبقى افضل بياع تعرف تتعامل مع الناس وتبيع اي شيء هيفدكوا جدا الموضوع ده كل الحاجات اللي انا بوصلها لكوا بكل الطرق سواء من حلقات اليوتيوب او من الانستجرام او التيك توك او الكورسات او اي شيء صدقوني هي علم وخبرة وتجربة وحاجات كتيرة جدا في دقيقة معدودة تعلم فيها امور كميتها ملايين لو فعلا فيهمتها صح واتبعتها بطريقة مصبوطة لانها عن تجربة وعن نتائج اتحققت مش كلام وخلاص ومش كلام تنمية بشرية ده كلام حقيقي على ارض الواقع عايز اقولكو انه الحلقة دي حلقة شايقة جدا لان فيها ردت بيها على تساؤلات كتير للناس اللي محصورة جوا دائرة الراحة ومش عارفة ازاي تخرج منها خلينا نختصرها خرج من دائرة الراحة عن طريق انك تفهم العادات الصحيحة اللي تتبعها وتمر بيها وتلتزم بيها لمدة 21 يوم عشان تكتسبها كعادة ايجابية ده اللي هتعرف بيه تكسر حاجز دائرة الخوف اللي حوالين دائرة الراحة ثم توصل لدائرة التعليم او التعلم والدائرة دي هتتعلم فيها كل المهارات اللي انت محتاجها واللغات والقدرات اللي هتخليك بعد كده تعرف توصل لمرحلة النمو اللي بيها هتعرف تحط اهداف وتحققها وتحاسب نفسك عليها وتمشي عليها خطوة بخطوة وتكتسب ثقتك في نفسك وتحقيق اكل ذاتك وبعدها هتوصل للحرية المالية والحرية الفكرية والحرية الجسدية اللي هتخليك تعرف تستمر وتكمل وتكون مميز علشان توصل للي غيرك ما وصلوش لازم تعمل اللي غيرك ما عملوش ولازم تفهموا ان القمة دايما فيها عدد الناس قليل ولكن جودتهم علي قوي انا عايزكو من ضمن الناس دي ربنا معاكو يا رب وتنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتتابعوني وتفعلوا الجرس وتخشوا على موقع محمودألادن.com عشان تشتركوا في الكورسات وتستفيدوا منها ومستني تعليقاتكو على الحلقة ومستني اسمع منكو قراءكو ايه رأيوكو في الحلقة دي وعاوزين تسمعوا ايه ومواضيع ايه في الحلقات الجاية معاك